بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم في قناة مليتاري إنسكو حلقة النهاردة صغيرة جدا هنتكلم فيها عن فضيحة جديدة لفرنسا قبل كده اتكلمنا عن فضيحة ماكرون أمام رئيس الكونغو لكن فيه فضيحة جديدة لفرنسا ومحدش كتير اتكلم عنها وحلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن هجوم أمريكي جديد على الجزائر ونعرف ايه الحكاية في بداية الحلقة ليه سؤال ومش هتكلم في الموضوع ده كتير في ظل الانتهاكات الصهيونية في حق فلسطين ايه دور الجامعة العربية ايه عملت الجامعة العربية للقضية الفلسطينية يعني مبارح لما قلتني جنوب إفريقيا قللت التمثيل الدبلوماسي لها في إسرائيل أنا كنت مكسوف السؤال ايه دور الجامعة العربية في حل القضايا العربية نيجي بقى لأول موضوع النهاردة وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقرير عن الإرهاب لسنة 2021 وهجمت الجزائر بسبب تصنيف الجزائر حركة الماك ورشاد حرقة إرهابية وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجزائر صنفتهم حركتين رهبيتين بسبب اعتبارات سياسية أنا مش هتكلم عن قرار الجزائر بخصوص حركة الماك ورشاد سؤالي الخارجية الأمريكية قبل ما تضربوا العراق ليه قلتوا عندها نووي؟ قبل ما تضمروا دولة كاملة؟ ليه قلتوا أن العراق عندها أسلحة ضمار شامل؟ وفي الآخر بعد ما دمرتوا العراق أنتوا قتلتوا ما بين 2003 إلى 2011 أكتر من 600 ألف عراقي حد ساعتها حاسب أمريكا؟ أمريكا بتعيش دور شرطي العالم أمريكا بتعيش دور أنها بتحافظ على الأمن في العالم والحقيقة أن السبب الخراب في العالم هو أمريكا على فكرة في مظاهرات جمدة جدا في إسرائيل ودعوات لعصيان مدني وعسكري وأمريكا بالضبط مفيش أي صور تاني موضوع عاوز أتكلم فيه النهاردة وهو فضيحة جديدة لفرنسا اتكلمت قبل كده عن قناة فرنسا 24 اللي أزاعت تصرحات زعيم القاعدة في شمال إفريقيا وقلت لكم أن الغرب من التصرحات دي أن الرأي العام يعرف أن فرنسا كانت بتحارب الإرهاب في دولة مالي تعالوا شوف رئيس وزراء مالي فضح فرنسا وقال إيه رئيس وزراء مالي قال أن لدينا معلومات بالأدلة أن بعض الإرهابيين كانوا على تواصل مع فرنسا لدينا معلومات دقيقة وأدلة أن بعض الإرهابيين كانوا على تواصل مع فرنسا إزاي جماعة التصريح ده وسائل إعلام كتير ما تكلمتش عنه ده تصريح مهم بيكشف قد إيه فرنسا ضمرت مالي وغيرها من الدول الإفريقية خد كمان التصريح المهم ده رئيس وزراء مالي قال نقطة مهمة قال فرنسا خرجت من مالي بسبب أن الحكومة الجديدة في مالي ليست على هواء فرنسا ولكنهم أرادوا أن يفرضوا علينا ما نقوم به وما نعتقده ونحن نقول لهم أن هذا العصر قد ولى الفرنسيون قرروا أن يغادروا بعد مجيء حكومة لا تروق لهم وكانوا يعتقدون أننا سنتوسل إليهم كي يبقوا عجبتني أوي الكلمة اللي قالها هذا العصر ولى عصر الخضوع لفرنسا فات خلاص فرنسا كانت عوزة تسيطر على حكومة مالي وفي نفس الوقت بقالها علاقة بالإرهاب وفي نفس الوقت تفرض على دولة مالي اختيار شراكائها وطبعا أكيد فرنسا كان نفسها أن مالي تبتعد عن الجزائر وروسيا فنحن نختار الشركة أنا ونختار ما نقوم به لكن فرنسا تفجأت بالواقع أن بعض الدول الإفريقية أصبح لها سيادة في الاختيار إفريقيا بدأت تفوق من نومها وبمساعدة الجزائر للدول الإفريقية إن شاء الله إفريقيا تتغير تماما للأحسن حفظ الله الجزائر متاح الجزائر السلام عليكم رحمة الله وبركاته